لكي نجمع أي جذرين مثلاً جذر ألف زائد جذر ب ماذا نفعل؟ الطريقة التي استنتجها علماء الرياضيات ربعوا قالوا أن هذه القيمة إذا جمعناها تصير سين فربعوا الطرفين وصار عندهم الأول تربيع اللي هو جذر ألف تربيع يصير ألف زائد اثنين في الأول في الثاني جذر ألف ب زائد الثاني تربيع اللي هو جذر ب تربيع فيصير ب والطرف ليسر سين فهم قالوا ما يبقى قيمة سين تربيع يبقى قيمة هذي سين تربيع إذا جمع الجذرين لهي سين تصبح ألف زائد ب زائد اثنين تحت الجذر ألف ب وربعوا الطرفين من المعادلة السابقة فجمع الجذرين يصبح هكذا مثلا جذر ثلاثة زائد جذر اثنين يساوي جذر كبير ثلاثة زائد اثنين خامسة زائد اثنين ثلاثة ضرب اثنين ستة وهكذا افرض عطوك العملية العكسية مثلا تسعة زائد اثنين جذر أربعطعش تقول لعددين نحن نبي العكس من هذا الطرف إلى هذا الطرف عدي سول ثوني عددين جمعهم تسعة وضربهم أربعطعش جمعهم تسعة وضربهم أربعطعش لأن هنا اثنين نفس الصيقة جميل جمعهم تسعة وضربهم أربعطعش اثنين وسبعة اثنين وسبعة إذا هذا جذر اثنين زائد جذر سابعة لو كون في لو نبي طرح الجذرين طرح الجذرين نفس الشي بس يتغير هنا يصير طبعا إذا صالب كذا يصير هنا صالب هنا صالب جميل ومع ملاحظة أن العملية العكسية لازم القيمة المطلقة لأن أي جذر دائما أكبر من أو يسوي الصفر ترجمة نانسي قنقر